المجلس الأعلى ورحب المجلس في هذا الصداد بإقامة هذا الملتقى العالمي الكبير برعاية كريمة من جلالة الملك المعظم على أرض مملكة البحرين مؤكدا أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جسور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشيون الإسلامية كما أعرب المجلس عن ترحيبه باستضافة البحرين الاجتماع الدوري الاعتيادي لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مشيرا إلى تأييده وتضامنه الكامل مع رسالة مجلس حكماء المسلمين وأدافه النبيلة المتمثلة في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وأبدى المجلس اعتزازه العميق بهذه المبادرات الملكية الرائدة مثمنا في الوقت ذاته حرص الحكومة المقارة برئاسة السمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التطلعات الملكية السامية في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والإخاء ترجمة نانسي قنقر